الله الرحمن الرحيم ما حكم من يحفظ كتاب الله كامل ثم ينسى لا إله إلا الله قال رسول الله صلوا عليه عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد أجورتها لأمة قال أجورتها لأمتي قال أجورتها لأمتي تسبيحة والأجردحة والتحميدة والصدقات والصلاة الرحمة بالوالدين والصلاة والسلام كل هذه الأجور عرضتها لأمتي حتى أجر من يخرج القذات من المسجد رأى النبي ثوابها عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من رجل أوتي صورة أو آية من القرآن فنسيها ذنب عظيم من أعظم الذنوب علاش تخيل معي أنت تكون عندك مليون دولار ديال الذهب ويطاح لك يبقى خاطركم ولا يبقاش خاطر ويش يبقى خاطركم مدرت بيه مدرت بيه والو بعدك غاد يجن ولي الدنيا غاد يقس الجنون والحمق ويموت ويسكتلوا قلبه مليون دولار يموت آية واحدة خير من الدنيا والكون كله فمن أوتي آية من كتاب الله وحده فهي خير له من الدنيا وإذ خلقها الله وإلا تقوم بين يده الله ومن لم ينظر إلى القرآن هذه النظرة نظرة تعظيم حرمته هو فقد والعياذ بالعزاب أرخص نعمة الله من أوتي القرآن شوه ورأى أن بعضا من خلق الله أوتي نعمة أعظم من نعمة القرآن ما شيء قرآن ليعطى الله ربي نعمة ما شيء قرآن وكي يشوف من القرآن أن ذاك النعمة ليعطاها سيدر بلدك هي أعظم من نعمة اللي عنده واسمه ده فقد كفر نعمة الله فأنت إن أوتيت القرآن الفرق بلكم بالنبي واسمه هو النبي أوحي إليه وأنت تحمل القرآن الذي أوحى الله به إلى نبيه إذن ما عندك شيء فرق بل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ولذلك من نسي القرآن فقد فقد استهان بهذه النعمة كانت عندك واحد النعمة وانت مشيط رميتها يا رطيف يا رطيف القرآن تسمح فيه ما ينكرش ولذلك ولذلك فإن نسيان القرآن وردت فيه أحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر المؤمن الذي حمل بعضا من القرآن أو كله أن يتفلت منه فالقرآن أشد تفلتا وفي رواية تفصيا من تفلت الإبل في عقولها ولذلك فعلى الإنسان الذي حافظ القرآن أن يديم التكرار لأن الشيء إذا تكرر تقرر دائما يقرأ دائما يقرأ باش ما ينساش ويننسى خسي ولي يحفظه من جديد حتى لا يلقى الله بهذا الدم العظيم ولذلك حنا من الآدم ما نقولش نسيت القرآن واسم نقول ما نقولش نسيت واسم نقول نسيت ما نقولش نسيته فلو قلت نسيته فأنت السبب إذن فهذا هذا المصيبة دائما الذنب تتحملها من نسي القرآن هو ذنب لم يرى النبي أعظم منه ولذلك يقول نسينا ذكرنا منه ما نسينا وليس ما نسينا لأننا لم نتعمد أن ننساه إنما نسينا أي هناك أسباب خارج عن إرادتنا جعلتنا ننساه حتى لا يشمننا هذا الوعيد المهم يا أخي عليك أن تعود إلى كتاب الله وتعيد بإذن الله تبار تكراره من جديد حتى يعود فهو يعود إن شاء الله تعالى بسهولة متى كان القصد قصدا طيبا إن شاء الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر